النتيجة الرابعة خلوا ذلكم النتيجة الرابعة وهي عندما نجد في بعض الأحيان يوجد معتقد يوجد رأي يوجد شيء في هذا النموذج المعرفي بس لا يوجد عندنا عليه دليل مقنع علمي يثبته فماذا نفع؟ أنت بين أمرين إما أن ترفع اليد عن ذلك النموذج المعرفي وعندك استعداد لو ما عندك استعداد ما عندك استعداد وإما أن تختلق له مجموعة من الخرافات والأساطير حتى شنو؟ حتى تثبت مولا؟ لأن النموذج المعرفي بيدليل لو ما بيدليل ما بيدليل وش تفعله؟ شون تعتقد به؟ ومن هنا ينفتح باب واسع لشيء لماذا؟ للأساطير والخرافات والطقوس والعبادات والشعائر اللي الآن بين قوسين يسموها شعائر حسينية اللي هي مجموعة خرافات أو بعض الشعائر الحسينية التي يسمونها وإلاها ليست شعائر هذه مجموعة شنو؟ مجموعة من أولئك الذين إن حازوا لنموذج معين فيتصورون خدمة لهذا النموذج كيف يثبتونه في وجدان الأمة وأتباعه؟ كيف يثبتونه؟ ما هو الطريق؟ من خلال ماذا؟ من خلال هذه الطقوس والأعمال والشعائر فينفتح باب واسع لأي شيء عزائي لهذا النمط من الفكر مو نمط من الأعمال لا 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 لهذا النمط من الفكر والآن أنت أنظر الفضائيات أو بعض الفضائيات الشيعية تجد أنها من أولها إلى آخرها مجموعة من ماذا؟ مجموعة من الخرافة لماذا دا يبتلي التشيع بهذا؟ يعني لماذا هاي الحالة قبل مئة سنة ما موجودة؟ قبل خمسين سنة ما موجودة؟ لماذا؟ سؤالي لماذا؟ يعني لماذا الآن وجدت وقبل ذلك ماذا؟ غير موجودة قال له تسأله مماتينة أنت هذه كانت موجودة في عهد الإمام الصادق؟ يقول ما موجودة كانت موجودة في عهد الأئمة؟ يقول ما موجودة هذه الطريقة من إقامة الشعائر للإمام الحسين أقامها أحد الأئمة؟ يقول لا لعد لماذا أنت استحدثتها؟ هو يتصور لهذا النموذج المعرفي الذي جعله للامام الحسين ولقضية الحسين يمكن ان يثبتها تاريخيا او لا يمكن لا يمكن يمكن ان يثبتها روائيا بشكل دقيق وعميق او لا يمكن لا يمكن اذا ما هو الطريق لاثباتها في وجدان الامة ها من خلال الشعار ولهذا حتى فضائياتها ماتينة الان عنوانها شن هو الشعائر مولان فضائياتها انا اخيرا رأيت انا فضائية اسمها مولانا الاربعين مولانا هسا انا ما ادري الاربعين فديهم مولانا هاي شلو نصير ثلاثمين وخمس وستين يوم اربعين ما تدري انت ولكنه يريد ان يحفظ هذه في وجدان الامة هسا انت من ترجع على قضية الاربعين تجد لها مستمسكا قويا دليلا نقليا قويا تجد لو لا تجد ها والله جابر ايجي هسا مدري جابر جاي ما جاي شلون لحق يجي هسا متى ما تعلم ما شون وصل الخبر متى وصل الخبر الى المدينة وتحرك جابر الى اخر هسا مارد ادخل في التفاصيل اللي واقع عنهم ايضا لا اصل له يكون في علمكم هاي قضية جابر مولانا ما ادري روحوا ابحثوها شوفوا الى اصل له ما الى اصل له ولكن الان في الوجدان الشيعي قضية جابر شنو هي ها ليش صارت قضية اصلية لانها تخدم النموذج شنو المعرفي الذي هو يريد لان هو عند فالنموذج ما عرف يريد يسوي هاي الاربعينية فلا بد ان يعطيها بعد شنو ها بعد دنيوي بشري لو بعد الهي مقدس ياهو من لانه اذا صارت بعد بشري يعمل بها احد او لا يعمل فماذا كيف تكون تعمل هاي لابد تصار ما ادري واضح قدرت اوصل الفكرة الى الاعزاء ولهذا سنبقى نحن اسراء النماذج المعرفي التي نملكه انت اسير عبد الله اذا تقدر تتحرر طوبة لك ولكنه اشك اشك واقعا يستطيع احد ان يتحرر جنو ها من اسر نماذجه المعرفي ما يقدر اصلا نفسيا ما يقدر يقدر لي متعود اربعين سنة على حالة ثلاثين سنة على حالة خمسين سنة على حالة يستطيع ان يرفع اليد مرة واحدة او لا يستطيع ممكن ها عملا ممكن قد هس نظرا شنو يجلس ويلقي محاضرة ولكن عملا كيف يتعامل يتعامل سلوكه ضمن ذلك النموذج المعرفي ترجمة نانسي قنقر